الفساد في العراق من فك يعصف بهذا البلد ويدمر بنيته الاقتصادية آخر قضايا الفساد في العراق كانت قضية غرق سبعة مليارات دينار داخل البنك المركزي وبعد أعلان محافظ البنك علي العلاق عن الحادثة وأسبابها والذي تحول محتواه إلى مادة للسخرية ومناسبة لانتقاد أوجه الفساد في العراق عادت بعض التصريحات الحكومية لتكمل وتصادق على ما بدأه العلاق ولتؤكد أن غرق المليارات داخل البنك كان نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في ذاك اليوم وفشل منظومة الصرف في البنك غمرت بغداد أمطار غزيرة غير مسبوقة ورافقها فشل كامل في منظومة الصرف السحي ومنظومة صرف الأمطار وارتفعت مياه نهر دجلة إلى مستويات عالية بحيث صح كان أكو فتحة الخزينة ولكن معظم المياه دخلت من البوابات الحصينة لأنه نزلت بالدرجات وغمرت الخزائن إذن هي ليست الفتحات الموجودة في غرفة المليارات من تسببت بغرق البنك حسب الياسري بل هي البوابات التي وصفها بالحصينة ولكن مع الأسف كل ذاك التحصين لم يستطع حماية المليارات من مياه الأمطار أقوال هذا المسؤول الحكومي بشأن غزارة الأمطار وتهلوك منظومة الصرف الصحي والأبواب المحصنة والتي لا تعتبر إلا اجتراراً لرواية محافظ البنك المركزي خلقت مادة ساخرة جديدة في المجتمع العراقي الذي لم تجف في ذاكرته بعد آثار التصريحات السابقة وما زادت نابلة هو ما تمخذ عن تحقيقات وتقرير ديوان الرقابة المالية من أن حادثة غرق المليارات لم تكن للأسباب التي ذكرها المسؤولون الحكوميون وسخر منها العراقيون وإنما بسبب ما سماها ديوان الرقابة فتحات كابلات الاتصالات في جدران غرفة المليارات الحصينة للبنك التي لم تركب أو تعالج بشكل جيد إنما بسبب فتحات في كابل ما الاتصالات ما معالج بشكل جيد فكاتبين هي كانت السبب أي الثقوب في الجدار في الجدار الغرفة الحصينة هنا هي المشكلة يعني معناته إذا صارت مطرة أخرى إحنا ما ماخذين الغرفة الحصينة مو بالمواصفات المطلوبة عالميا مرة ثانية أمصر غرق أهمنا راح الفلوس تغرق هس لو بيت صريفة يخلون فلوسهم بقوطية نيدو أهمنا الفلوس تسلم ما راح تغرق ويأتي تقرير ديوان الرقابة المالية الذي تعتبر الرقابة على المال العام من مسؤولياته الأساسية ليؤكد المبررات الواهية للتقصير والفساد الحكومي الذي بات سمة من سمات العراق وباتت الأمال بشفاء البلد منه أو على الأقل بلجم انتشاره وتفشيه من المستحيلات ترجمة نانسي قنقر